انتهت المحكمة الدستورية العليا وأصدرت واحدا وخمسين قرارا فرديا في يوم الاثنين الموافق 3 خمس 2021 متضمنا البت في طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وانتهت من حيث نتيجة نتيجة الكلية إلى إعلان القرار الأولي الآتي أولا قبول طلبات الترشيح لكل من السادة التالية أسماؤهم حسب تسلسل ورودها وقيدها في السجل الخاص في ديوان المحكمة الدستورية العليا وهم واحد السيد عبدالله ابن سلوم عبدالله اثنين السيد بشار ابن حافظ الأسد ثلاثة السيد محمود ابن أحمد مرعي ثانيا رفضوا باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية في طلبات ترشيحهم المحكمة الدستورية والقانونية ترجمة نانسي قنقر